السلام عليكم لكيب ان شاء الله لكم بخير وعلى خير الفيديو اليوم سيكون شغل روفيو وشنو انا اللي راح نقطع عليكم وننصحكم بهذا الكسيسور اسموه ستافا برينجز يخليك ما تخسرش بزاف دراهم في فيلتر وشنو تكتفي في فيلتر واحد اضبرا استعملوا القاع العدسة داعك اللي رام عندك داكن هادروا على ستافا برينجز ملاح ومفهمكم كيفاش نخدمه به واشي فيها الباك واشي فيها اللي دياماتر قاعة يتاكملنا منها بعد ها اللي انترو ايوه ادو كان هادروا شوية على هادل اكسيسور هادل اكسيسور فيه زوج نوع فيه ستاف اوب رينجز وفيه ستاف داون رينجز ستاف اوب رينجز يخليك تدير فيلتر كبير في الدياماتر تحط عدسة اقل منه في الدياماتر هادي حاجة ملاحة فيه اما ستاف داون رينجز هذا ما ننصحكم شبيه لانه تدير فيلتر صغير فيه عدسة اكبر دياماتر منه هذا ما نصحكم شبيه على يخرج لك هاداك في الفوتو التاعك ولا في الفيديو منش عارف على داروه من فيلتر صغير انه تحطوه في الاعدسة كبيرة منش عارف على داروه بلكن هادف اخرى منش عارف عليها المهم هادا ما ننصحكم شمنه ننصحكم ستاف اوب رينجز وهذا الاكسيسور كل عادة جبته من الاليكسبرس والسعر نخليه لكم منها مينيمو بري والماكسيمو بري فيه الشيبين هاداك مهم جبته من الاليكسبرس كل عادة انا جبته باك فيه من 49 ميلي حتى ال 77 ميلي كان اللي يتبعو بالحبات يتبعو بالحبات تلقى مثلا من 67 ديراكت ال 77 من 67 ديراكت ال 82 او من 77 ال 82 مهم كان بالحبات انا لقيتوا باك هاك داخل احطت لكم البري تاع باك هاداك احسن ودوك انا اعطيكم اكزامبل عليها هنا ايو على عساب تجربتي انا هل عندي عدسة كبيرة فيها 77 ميلي هاداكو اكبر ديامتر اللي في العدسة اللي انا هي عندي وعندي عدسة اقل من هاداك الديامتر فيها كما ال 55-250 استيام فيها 58 ميلي وعندي هاد ال Vintage Lens هاداكو 50 ميلي ام بويت فيها 49 ميلي نوك هاداكو يساعدوني اللي تحت 77 ميلي انا نجيب فيلتر بارك ديامتر تاعو 77 ميلي ونركبوه نجيب هاداك 55-250 استيام فيلتر تريد تاعو هو 58 ميلي ونروح وين 58 ميلي ونحي هاداكو هاداكو اللي رام تحتو هاداكو زايدين هاداكو نحي هاداكو نركبهم في العدسة هاداكو نشوفو نستخدم فيه بولي ريزون في ال 55-250 وثاني زايدت حطيتو تاني في ال 50 ميلي ام بويت ال Vintage Lens هاداكو هاداكو تاني خرجتو هاداكو فالتر تريد تاعو هو 49 ميلي هاداكو 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 نحطيتو هاداكو نحطيتو هاداكو نحطيتو هاداكو نعطيكو سلبية فيه وحده باركو وشنو في ال Quality تاعاكو كان هاداكو انواع هاداكو ساعات يجي خفيف ومخدموا الالمينيوم خفيف هذك ومسح كان دي مارك كان دي براند خادمينه بالمية طال طقيل وقع وشنو لازم تحويس مليح وتقرأ المواصفات تاعة كل براند وين حاطين مواصفات تاعة وتقرأ تشوف اسكو مخضوب بالمية طال ولا الالمينيوم وقع سو ما نطورش عليكم اخوتي هدا هو الفيديو تاليهم ان شاء الله ان شاء الله سفيتم معانا وديتم معلومة على هاد الاكسيسور انا مبقى لغنقلكم اطلو في رواحكم ودمتم في راعة له وحفظه وصلوا على رسول الله